بس الفكر وزي ما بدأنا الأسبوع الماضي شعارنا الآية اللي هي شعارنا لهاي السنة موجودة على الشاشة وراح تضلها طول السنة قدامنا حتى بالفعل احنا نبدأ نعيش فيها ونطبقها وحابب نقراها مع بعض ازا ممكن متى خمسة تماني طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله زي ممكن مرة تاني طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله بدأنا الحديث الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع واليوم راح نكمل أكتر عن هذا الموضوع حتى الرب يعطينا قلوب نقية لقدر نعيش أكتر نقدر نحقق الأشياء اللي شاركتها الآن الأخ داعد كيف إنه إحنا نقدر نعيش أكتر محتاجين إنه رب يتعامل مع قلوبنا بقول يا سعادة يا هناء يا نيال المؤمن اللي قلبه نظيف اللي قلبه نقي ليش؟ لأنه هذا هو المؤمن اللي الله راح يعلم ذاته إله اللي الله راح يعلم مجده راح يعلم حضوره راح يقدر يشوف مجد الرب راح يقدر يسمع صوت الرب راح يقدر يعاين مجد الرب والله في هذه الأيام عم يبحث عن هؤلاء الأشخاص اللي قلبهن نقية ليش؟ إنه الله مشتاء فكر معي الله مشتاء إنه يعلن ذاته لشعبه همين؟ مش بس أنت مشتاء هو مشتاء أكتر إنه يعلن ذاته إلك هو مشتاء إنه يكلمك هو مشتاء إنه يستخدمك بشكل مميز هو مشتاء إنه يغير ويشكل حياتك حتى تصير تشبه صورة يسوع اشتياق الله إنه يجعل كنيسته عروسه كنيسة نقية مطاهرة مقدسة بلا عيب ولا غضاً قلنا بالأسبوع الماضي المقياس الروحي اللي الله بيحطه للمؤمن الروحي قلنا في نوعين من المؤمنين مستويين مستوى في بيت كبير في مستوى المؤمنين من الذهب والفضة والمستوى التاني من الخشب والخزف يعني في مستوى أعلى في مستوى أعلى لكن الرب بدعونا بقول مقياس الروحي اللي أنا بيحطه الرب بيحطه مش هو اللي مواهبه أكتر ولا اللي صلاته أطول أو منمق أكتر هذا بدي أحكي للأشخاص اللي بقول أنا يا عمي صلاتي شو قبل صلاتي فلان مش هذا هو المقياس ولا اللي خدمته أضخم وعنده ناس أكتر أو اللي معاه شهاية لهوتية أعلى وأرفع وأكتر لكن المقياس بكل بساطة المؤمن اللي قلبه أنقى وأطهر أكتر هذا هو اللي راح يعاين مجد الله هذا هو اللي راح يقدر يكون دايما موجود وحامل في حياته حضور الله هذا هو اللي راح يقدر يسمع بكل وضوح صوت الرب كم واحد مشتاق أنه الرب يكلمه كم واحد مشتاق أن الرب ييعطي جميعنا قادرين أنه نسمع صوت الرب جميعنا قادرين أنه نعاين مجد الرب وأنه نحس بحضور الله ونمتلي كل يوم بقوة الروح الكدس لكن المشكلة مش عند الرب المشكلة عندنا في داخل قلوبنا قلوبنا محتاج أن تتنقى أولا حتى نقدر نشوف بالروح نقدر نعاين نسمع وندرك حضور الله قلنا ليش؟ ليش مهم موضوع القلب؟ مهم كتير موضوع القلب لأنه القلب خداع هل ممكن قلبك يخدعك؟ نعم ممكن قلبك يخدعك ممكن أفكارنا وقلوب أفكارنا تخدعنا ممكن نفكر أنه إحنا ماشيين صح وعايشين صح ونفهم حياتنا وعايشين صح لكن بعد فوقت الأوان نكتشف أنه إحنا نخدعنا سنين طويلة في أمور غلط كتير في حياتنا لازم نغيرها لأنه إحنا ما كناش شايفين صح مش قادرين نعرف أنه إحنا مخدعين الكتاب واضح بقول في أرميا القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه؟ طب مين بدي يعرفه؟ الجواب موجود برضو بالكتاب بقول في أرميا برضو أنه الرب أنا الرب فاحص القلوب ومختبر الكلاء عشانيك محتاجين نفتح قلوبنا للرب اسمح لروح الله قل يا روح الله اختبرني زي ما قال داود يا روح الله اكشف ما في قلبه جيب النور على الظلمة اكشف الأمور الغلطة الموجودة في حياته تعال يا رب بسوع وانظر إن كان فيي طريق باطل واهدني طريقا أبديا حتى نحافظ على قلوب نقية حكينا أسبوع الماضي أنا براجع إيش حكينا أسبوع الماضي ننتبه لنقطتين موضوعين دايما دايما لازم نفحصن باستمرار أول موضوع أول نقطة لازم نخلي نحافظ أن قلوبنا تكون يوميا نضيفة من أي خطية شنك بحتاجين كل يوم إيش نعمل نتنقى نتطهر بدم يسوع المسيح ونعلن حياة توبة يومية مستمرة كل يوم قدام الرب حتى ما نخلي فيه هناك خطايا رابضة في قلوبنا فيه هناك خطايا باقي ومنطبطبلة لكن نرفضها نعنن الحرب عليها وننتهرها من حياتنا كليا وليا رب حررني من كل خطية من كل ضعف عاملين وشبهنا المثل عاملين مثل واحد سايق بيوم ماطر الشتاء نازل والمطر نازل عادة لما بتشت الدنيا الأزاز السيارة بتغبش الأزاز من جوا وبنت لمطر من برها فبتعدش تشوف الطريق ماشي وش شايف شريك بحتاجين نشغل المساحات من برها ونشغل الحموم من جوا أو الكرور أسرع حتى نقدر نضل أزاز سيارتنا نضيف وقدريني نشوف الطريق صح إنه غالبا إذا الأزاز مغبش ومش شايفين احتمال كبير جدا نعمل حادث نأذي حالنا نأذي حوالينا وكثير مرات هيك بيصير معنا فأول نقطة محتاجين دايما نيجي قدام الرب نقول له زي ما قال داود قلبا نقيا أخلق في الله وروحا مستقيما جدد في داخلي فدايما خلي مسحاتك الروحية شغالة خلي حياة التوب شغالة خليك عايش دايما تحت مجهر الروح القدس نقطة الثانية اللي حكينا عننا أسبوع الماضي إن قلوبنا تكون موحدة لخوف الله وقلوبنا ما تكون منقسمة شوي للرب وشوي للعالم وقلنا القلب الموحد هو لمن بيكون كل قلبي للرب والقلب المنقسم هو القلبه شوي للرب وشوي لملذات العالم وأمور العالم الغلط اللي هي ضد إرادة الله شبهنا القلب الموحد مثل الأزاز الشفاف شايف يعني بتحط بتشوف إيش فيه وراء الأزاز لكن القلب المنقسم مثل الأزاب المخلوط بمواد تانية فيه هو أزاز لكن متش قادر تشوف إيش فيه وراء الأزاز بسبب المواد اللي اختلطت مع الزجاج هيك قلوبنا بتكون لمن قلوبنا موحدة بتكون شفافة قادرين نعاين مجد الله قادرين نشوف خطة الله مشيئة الله إرادة الله لحياتنا لكن لما في أمور تاني مع غير محبتنا للرب موجودة في قلوبنا راح يكون صعب إن نشوف صح ونقدر نعرف الطريق الصحيحة عشان إيك الرب علمنا في الوصائل العشر أول وصيه قال إيش تحب الرب إلهك من إيش من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك تقلش من نص قلبك ونص قلبك التاني يخليه لمحبة غريبة لأمور لشهوات لمذات أشياء غلط موجودة آه بد الرب وبد العالم وأن المؤمن هذا من هذا النوع مؤمن يعرج بين الفرقتين وهذا الصراع مستمر بين الروح والجسد والجسد يشتهد ضد الروح والروح ضد الجسد وشوفنا كيف إنه داود كان يعاني من هذا الصراع عشان يك صرخ في صلاته ياري تكون هاي صلاتنا دايما وقال له يا رب وحد قلبي لخوف اسمك خلي قلبي يا رب وحدة واحدة امتلكه وما تخلي أي شيء غريب محبة غريبة تسبي قلبي ويصير قلبي مجزأ وليس موحد حتى أقدر دايما أعين مجدك دايما أشوف حضورك تعرف المؤمن اللي بيختبر حضور الله زي داود واللي بيختبر مجد الله ويشوف حضور الله بعدش يقدر فيه شيء بالعالم يشبع قلبه قد حضور الله بعد قد تواجده في حضور الرب قلنا تطبيق العملي قديش مهم جدا انه حياتنا العملية انه نحافظ على قلوبنا تكون نقية شوفنا المؤمن اللي قلبه اللي قلبه مش نقي أو فيه أمور غلط ممكن بيكون فيه كراهية يمكن فيه بغضة يمكن بيكون فيه حسد يمكن غيري يمكن تحذب يمكن شقاقي يمكن خطايا معينة موجودة وأنا مش تايب عنا مش رفضها مش ننظفها من قلبي فبيكون زي واحد سايق سيارة لكن مش عم يشغل المساحات بيشايف قدامه بيعمل حادث بيأذي نفسه بيأذي الآخرين بالطريقة العملية شو بيصير لمن قلب مليان على غيري وعلى أخوي بروح بدل ما أروح بقلب نضيف ونظف قلبي بالأول حتى أشوف صحكي فأمي الأشي اللي في عين أخوي بروح شو بعمل بروح بأذي عين أخوي وبداي أخوي وبقول بعدين شو اللي عملته وليش أنا هيك طلع من قلبي ليش حكيت هالحكي لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان فمحتاجين ننظف قلوبنا عشاننا من نحكي يطلع كلامنا فيه خير وفيه بركة وفيه سلام وفيه محبة وفيه بناء فأول إشي لازم نقيم الأشي الخشب اللتي في عيني بعدين نقيم الأشي اللي في عين أخوي محتاجين الرب تعامل معنا اليوم رح نحكي أكتر عن البركات اللي بنخدها نتيجة قلوبنا النقي لمن إحنا منحافظ على قلوب نقي في عيني أربع بركات أول بركة هي موجودة في الآية الأرنها طوبة لأنقياء القلب ليش؟ لأنهم يعاينون الله أول بركة إنه أنا رح أو عاين رح أشوف مجد الرب رح أسمع صوت الرب رح أنتلق بحضور الرب ده زي ما مزمور 63 قال داود لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك داود كان عنده اختبارات عظيمة جدا مع الرب وكان مدرك حضور الرب السؤال اليوم أكم واحد من المؤمنين قديش عدد المؤمنين قديش النسبة هذه الأيام اللي هن فعلا بتلامسوا مع حضور الرب اللي هن فعلا بيختبروا حضور الله بخلوتهم أو في الاجتماعات قديش عدد المؤمنين لفعلا الله بتكلم إليهم باستمرار ماشيين وعارفين فكرة الرب مزبوط أكم واحد فعلا في هذه الأيامات مؤمنين اللي قدرين يشوفوا مجد الرب والرب يعلن ذاته وبتكلم إليهم بكل وضوح لو نعمل إحصائية في هذه الأيام في الكنيس نلاقي إنه قلائل هن اللي بيقدروا يكونوا في هذا المجال والسبب مش لأنه الرب بدش يعلن ذاته الرب يتكلم وما زال يتكلم إلى شعبه ويوم اسمعنا الرب إيش تكلم إلى قلوبنا لكن الموضوع مش عنده موضوع إنه إحنا بطلنا نشوف بطلنا نسمع لأنه قلوبنا انتلت خطيئة أو قلوبنا انتلت محبة غريبة وبطلت موحدة لخوف اسمه محتاجين نرجع مرتاني نشغل حياة التوبة ونعيش حياة الطهارة وحياة النقاء ومحتاجين مرتاني يقولوا يا رب اطرد من حياتي وقيم من قلبي كل محبة غريبة سبت قلبي كل ظنون قادرون بالله على هدم حصون وظنون وكل أوهام وكل معتقدات وببدأ إبليس يبني حصون داخل حياتنا محتاجين نهدمها ونقيمها ونرجع مرة تاني زي ما رجع داود بعد ما تاب وأخطأ إلى الرب وقال له رب رجع لي القلب اللي كان عندي أول ما دعيتني لما كنت أرعى الغنم لما كنت أول إيماني لما كنت عايش حياة التواضع والبساطة لما كنت هناك أرنم وأسبح في الفلاء والغنمات حوالي وعن برنم وحاسس بحضورك قدرت أغلب الدب والأسد وقدرت أصحق جوليات بأكمن حجر بحجر واحد بمقلاعة رجع إلي هذا الحضور للإلهي تعرفوا أنت سقط مش هو راعي غنم لكن هو ملك جالس على العرش قبل السقوط أو السقوط إيش في كبرياء رب يحمينا لكي نحافظ على قلوبنا باستمرار ونعطي مجال لروح الله يوميا يفحص قلوبنا يمتحن قلوبنا حتى ما ننسى بي ونقع ونسقط في مشراك العدو مبارك اسم الرب سوع مفروض دايما إنه وضع الطبيعي إنه أنا لما باجي لمحضر رب بالحمد والتسبيح اللي سبحنا وحضور رب وباشكر رب بسبح الرب وباجي بسجد إليه في العبادة والسجود والإكرام وبعبد بالروح والحق الوضع الطبيعي إنه أبدأ إيش أدخل إلى انطاق الروحي أسمع أشوف الرب يكلمني أكلمه الرب يعلن إلي ما شئته إرادته لكن اللي صار في آخر فترة إنه مؤمنين كتار بيعبد الرب بيجي له محدى الرب برنبه بسبحه ولكن بيرجعه كما أته ولا كأنه الرب تكلم ولا كأنه فيه صار شيء فصار الطبيعي إنه الله بحكيش معنا لكن العكس هو الصحيح الله يتكلم لكن قلوبنا صارت مليانة بأمور غلط حجبت الرؤية ومنعت نقدر نسمع ونميز وندرك ما الله يتكلم فيه إلى كنيسته إلى شعبه مبارك اسم الرب سوع الرب يريد أن يكلم شعبه في هذه الكنيسة أمين الرب يريد أن يكلمك يكلمك مش بيحتاجين نروح لنبي عشان نسمع صوت الرب يقول لي إيش الرب يقول لي لكن الله يحكي مع كل واحد ما له أذان للسمع فليسمع ما يقولها الروح للكناس الله يتكلم معك من خلال هذا العظة الرب يتكلم عليك من خلال الترنين الله يتكلم عليك من خلال الصوت الداخل الله يتكلم بطرق وأنواع مختلفة يتكلم من الكلمة بالأساس هي موجودة في حياتنا الله يتكلم لكن عندما قلوبنا تتنقى وتكون موحدة لخوف اسمه رح نقدر نسمع بوضوح رح نقدر نعرف مشيئة الله خطة الله وإرادة الله وكل ما إحنا اتغيرنا أكتر وكل ما نقينا قلوبنا أكتر رح نقدر انعاين مجده ولمعان مجده أكتر في حياتنا وكل ما الرب أعلن ذاته أكتر كل ما قلوبنا تتنقى أكتر زي عملية متبادلة كما يقول في كورونتو ستاني ونحن جميعا ناظرين كم واحد يقول للرب يا رب افتع عيني عشان أكون من هؤلاء الناظرين ما بدي أضلني آجي وأروح وأرجع ومش شايف إيش مش عارف إيش مش فاهم إيش شو بيصرف حولي اليوم بنعمة الرب الرب يطلق حياتنا يكشف السطار حتى نبدأ نشوف ناظرين إيش مجد الرب بوجه مكشوف يمكن سنين طويلة مش شايف مجد الرب سنين طويلة مش شايف حضور الرب سنين طويلة مش فاهم إيش الرب عم بيعمل معاك لكن بنعمة الرب الرب سنة 2017 الرب يعمل أفزي روحية في حياتنا الروحية قوله أمين معي أفزي روحية نوعية بتقول لي بس أنا جديد بعد أن يدو بعرف مش مهم مش جديد عتيق مش مهم الرب يتعامل مع الجميع الرب يعلن ذاته للجميع الرب يدعو الجميع والرب يريد أن يكلم الجميع بتقول لي بس أنا صغير أنا أنجأ أكلم لصلي عشرين سنين كبارا صغارا الله يتكلم سمعته قبل فترة اختبار شارك الأسيسين دراوس عند بنت كانت صغيرة تتجول بين الصفوف وهليها بقولك شو وين راح وش عم بتساو لاحق يسوع وين بدروح عند مين عم بيحط إيده وبيبارك أنا ماشي وراه هي قادرة تشوف الرب في الاجتماع والكبار مش قادرين يشوف الرب شو الموضوع بحتاج قلب نظيف قولي يا رب غير قلب السنة أمين قلبا نقيا اخلق فيه اخلق يعني طلع يعني غير من أساسه وروحا مستقيما جدد في داخله مبارك اسم الرب سوع كما في مرآة نتغير إلى تلك السورة عينها كم واحد يقول يا رب أنا بدأ أتغير أمين أنا أول واحد يا رب أنا بدأ أتغير إحنا محتاجين نتغير يا أحبة محتاجين نتغير إلى تلك السورة سورة مين سورة الرب سورة الرب من مجد إلى مجد كما من الرب الروح إذن القاعدة لما قلوبنا نقية رح نقدر نشوف مجد الرب وكلما دخلنا لمحضر رب أكتر وتواجدنا بمحضر رب أكتر وهي واحدة من نقاط الحكات الأخت إنه إحنا نعطي وقت للرب أكتر خود قرار مش ممكن يسيه في تغيير طالما إحنا نعمل نفس 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 الأشياء رح نحصد نفس النتائج لكن بدك الرب يغير حياتك أعطي وقت للرب أكتر ورح تشوف الرب كيف رح يغير حياتك أكتر ندخل لمحضر الرب أكتر ونتواجد بحضوره ومجده أكتر قلوبنا النتيجة رح تتغير وتتنقى أكتر وأكتر سيصير الرب يكلمك على الأمور البسيطة يبكتك روح الله دوود أول إيمانه هو مطارد من شاول رب نخص قلبه لمن قص شأفي من ثياب الملك شاول لكن بعد فترة لمن قلبه ما عدش فحصوه رح إيش عمل زنم بعد شفع وأتى الأورية الحثة وسيني كامل يروح على الهيكل ويصلي يروح على البيت الرب ويصلي ولكنه فيه إيش السبب إنه ممكن قلبك يخدعك نعم عشان يك محتاجين نقول يا رب نصهر على قلوبنا تعال امتحن وغير قلوبنا فأول نقطة مشتقين إنه نعاين مجد الرب يمكن فيكتر بقول أنا نفسي هيك أشوف الرب نفسي أشوف رؤية نفسي يا رب يكلمني نفسي أقول لك المفتاح بيدك نظف قلبك اصهر على حياتك الروحية أعطي وقت للرب خلي الرب يعمل ويحرط قلبك من جديد ويقيم كل غلط المساحات لما تشتغل راح تقدر تشوف المساحات شغال حياة التوبة والأزاز من نوع واحد مش مخلوط لكن إيش شفاف فرح تشوف بكل وضوح ما يقوله الرب ما يتكلم به الرب وما يعلنه الرب أمين النقطة التانية هي معينة أعمال الله يعني لما من قلبي نقي أنا راح أقدر أشوف إيدين الرب وتعاملات الرب بكل تفاصيل حياتي مش بس هيك لكن راح أقدر أفهم وأستوعب ليش هيك صار معاي كتير قديش بس تسأل إحنا كل مرات في أمور حياتنا يا رب ليش سمحت بهذه الضيقة تصير ليش سمحت بهذا الزرف يصير ليش سمحت بهذه المشكلة تصير ليش حطيت هدول معاي بالشغل وخليتي لقوموا عليه إيش يا رب أصدق من اللي عم بيصير معاي بيش فاهم قولك الرب لم يتنظف قلبك وتقدر اتعير الموج صح علي راح أشرح لك أفهمك كل إشي فالبركة التانية راح نقدر نفهم إيش الرب عم بيعمل وإيش الرب عم بيسوي في حياتي مش بس هيك راح أقدر أفهم وأشوف بوضوح شو اللي عم بيعمله إسا معاي مش بس اللي عمله معاي بالماضي لكن الآن إيش الرب عم بيعمل إيش الطريق اللي الرب بدي ياني يقودني فيها هاي السنة أو هادا الموسم أنا وين رايح كتير ناس بقول لك يا أنا عايشين نوكل منشرب روع الشغل ومنيجي ونعمله طيب وإيش الهدف إيش تكت حقق هذه السنة مش حارف لما نبدأ ننظف قلوبنا راح نقدر نفهم الأهداف اللي الله بدي ياني نركز عليها لأنه قلبي نقي نقي أنا راح أقدر أشوف وضوح كل شغلة كبيرة وصغيرة عم بيعملها الرب بحياتي ورح أقدر بكل سهولة أشكر رب على كل ما يحدث في حياتي حلو أو مر شيء مبارك أو شيء غير مبارك أو شيء محزن أو شيء مفرح وأقدر أقول ونحن نعلم أن كل الأشياء حلوة والمرة الصعبة والهوينة تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده كم واحد مشتاقي يفهم وكم واحد مشتاقي يشوف أنا يا رب بدي أشوف رب أقول المفتاح بإيدك اشتغل واهتم أنه قلبك يكون نقي قدامي رح تقدر تشوف أعمالي وإيش أنا عب أعمل في حياتك مرات كتير مش قدريني نشوف الرب وينك يا رب يا رب كيف تاركنا ويا رب هيك فلتنا الرب مش تاركنا لكن إحنا مش شايفينه لأنه قلوبنا الأزاز مغبش والأزاز مش نضيف مش نقي لكنه مخلوط بأمور تانية محتاجين ننقق غزاز حتى يكون أزاز من نوع واحد محتاجين نعيش حياة التوبة فرح نقدر نشوف تعاملات الله وسط كل الظلمة الموجودة حوالينا فبالتالي رب بقيم كل تضمر والرب بقيم كل أمور من هذا النوع مش بس هيك لكن لما يكون قلب لاقي رح أقدر أفهم أصد ومشيئة الله لحياتي هل إحنا محتاجين نفهم يا رب إيش أصدك إيش مشيئتك لحياتي إيش بدك مني ليش حططني في هذه البلد في هذه العيلة في هذا الوقت هل إحنا عايشين بالصدفة اللي إحنا خلقنا بالصدفة لا فيه هدف فيه قصد فيه مشيئة هل إحنا فهمين من نفهم أصد ومشيئة هدف الله اللي حياتنا منركز عليه منقدر نحقق مشيئة الله حتى لما نيجي اليوم اللي فيه نفارق الحياة نقدر نقول زي ما قال بولوس قولوا معاي إيش قال بولوس أكمامت السعي شيك جهادت الجهاد الحسن والآن وضع لي إكليل البر ما نخلي أحبه سنين عمرنا والضيع لأنه ولا واحد ما أخذ معاه إشي عرياناً خرجته من بطن أمي وعرياناً أحود يوم الأيام رح نوقف قدام كرسي عرش المسيح ونقدم حساب عن كل ما فعلنا محتاجين يقولوا رب فهمنا رب قول نظف قلبك رح تشوف ورح تفهم تعاملاتي معك هذا ما حدث مع يوسف يوسف كان دايماً قصته أنا بحبه كتير قصته فعلاً معبري عن عن أشياء كتير إحنا من مر فيها يوسف يعني مر في ألام 13 سنة من الألم ولم تقرأ القصة الأول مرة بحياتك بتقول شو اللي عم بيصير معاك كيف قدر يصمد هذا الشاب الصغير العمر أمام كل هذه التحديات أمام كل الضيقات كيف قدر يكون أمين مع كل الغلط اللي صار معاه دايماً دفعاكم بنهاية القصة باختصار لما من بعد فترة طويلة وسنين طويلة بتقابل مع أخوته وبعلن ذاته إلهن بقول لين أنا أخوكو يوسف قال لين هاي كلمات قال لين أنتم قصدتم بشر لما بعتوني وربطوني في البير وبيعتوني قصدتم بيه شراً شو السبب كان قلوب معميه ملياني بالحسد أسلموه حسداً وأما الرب فقصد به بهذا الشر خير الله حول الشر اللي هني ناووا في قلوب لا يوسف حولوا للخير والخير كان قال لين إيش يوسف والآن لا تتأسفوا ولا تغطاظوا تغطاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا لأنه قول هاي كلمات في تكوين 45 لإستبقاء حياة أرسني الله قدامكم الله عنده خطة يوسف يدر ينظف قلبه ويقدر يغفر لإخوته ويقدر يبارك إخوته ويطلق كل مرارة من قلب إخوته من قلبه تجاه إخوته عشان يقدر يشوف خطة الله وترتيب الله وسط كل المصاري اللي المشي فيه 13 سنة من الألم والذل من بيط من البئر إلى عبد عند بيت فوتفار إلى في السجن ومن هناك في آخر السجن نسيه سنتين بعد ما فصر الحلم للخباز والصاقي وهناك آخر لحظة عندما جاء الوقت المعين عند الرب رفعوا الرب لكي يعينوا لزمان مثل هذا حتى يكون سبب خلاص لأمم وشعوب من أيام الجوع اللي كانت راح تيجي على الأرض رب استخدموا بقوة وقدر يوسف يشوف مشيئة الله رغم كل الألم اللي مرأ فيه لأنه قلبه كان نظيف وقدر يدرك إيش الله أصد من كل هذا الشر رب يعطينا نقدر نشوف زي ما شاف يوسف رح نرتاح صدقوني رح نرتاح رح نفهم إحنا وين رايحين شو لعم بيصير معنا ليش الأمور عم تحدث ولما تفهم رح تقدر ترتاح في حضور الله ترتاح بين إيدنا الرب رح تقدر تشوف الرب وسط الضيق شنينيك بمزمورة 23 إيش بيقول وإن سرته في وادي ظل الموت لا أخاف شرة مش خايف مش خايف هل أنا شايفك عيني عليك مش على الضيق ولا الألم ولا وادي ظل الموت لأنك أنت معي اسمه عما نؤيل الله معنا أحب أطمنك أطمنك رب معك رب معاك يسوه معنا إحنا مش شايفينه لأنه إحنا مش قدرين نشوف لأنه محتاجين نشغل المساحات ونغير نوع الأزازة يكون شفاف حتى تقدر نشوف بس هو معنا هو معنا هو وعد ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر هو الآل تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني إيش بكل قلوب تبهي لكلمة بكل مش بنص قلبك بنص قلبك للأمور أخرى لكن كل قلبك لمن كل قلبك للرب أزازك شفاف مش بخلوط قلبك نظيف رح تقدر تجد الرب رح تقدر تتقابل مع الرب رح تقدر تفهم وتكون في حضور الرب وتعرف مشيئة الرب مبارك اسم الرب سوع مش بس هيك لكن لما قلوبنا بتكون نقية حياتي رح تكون مملوئة بالثمر شو بقول الكتاب في يوحنة 15 كل غصن لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر إيش بيعمل بنقي كل ما الرب بنقي قلبك أكتر كل ما حياتك يأتي بثمر أكثر وأكثر فالثمر مرتبط بنقاء القلب بشكل دائم بدأ أختم طب إذا قلوبنا ضلت مش نقية شو إحنا رح نخسر تلت أثار سلبية ممكن تكون في حياتنا لمن قلوبنا نقية في بعض هذه الأثار موجودة في حياتك اعرف أنك أندي محتاج تشتغل أكتر على قلبك على حياتك حتى قلبك يتغير أكتر أول شيء لم قلوبنا غير نقية الله لا يستمع إلى صلاتنا شو بقول الكتاب إن رعيته إثماً في قلبي لا يستمع لي يا رب إذا في إثم في خطيه في أمور مش تايب عنها قلنا القلب النقي مش هو القلب لا يخطئ كلنا منخطئ الجميع أخطئوا عوازهم مجد الله لكن القلب اللي ما بتوب عن الخطيه فالقلب النقي اللي عنده استعداد دائم إنه يتوب يعترف قدام الرب ينكسر قدام الرب يتواضع قدام الرب ما يخلي شيء في قلبه غلط لكن كله يرفضه ويعلن سيادة الرب على حياته فإذا هناك في خطيه لو تخليت كل الكنيسة تصلي لك قول للرب أنا مش رح أسمع طالما الخطيه موجودة في قلبك قيمها نظفها طهرها أنا رح أجي وأفتقدك أمين كم واحد قولوا يا رب سي تعالي افتقدني افتقد بيت افتقد حياتي ويقولوا يا رب سوء إذا فيه شيء إحنا بننقيمه إذا فيه إيش غلط انزعوا اكشفوا اعلنوا وإنت الرب يعلنوا لما أنت تسمح لروح الله يمتحن قلبك جيب النور على الظلمة بتبدأ تشوف الأشياء الغلط الرب ينور قلبك آه فيه هاي نقطة في هذا الموضوع في هذا الموضوع في هذا الإشي وابدأ الرب إيش ينظف 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 وكل ما ننظف أكتر كل ما الرب بداش يتدفق حضوره على حياتك أكتر هديش محتاجين مرات إذا سلام منصلي حسك بسلام الرب منحس منصلي ومنعيش منبدأ نهارنا وشعرين أن الرب ماشي معنا وحضوره معنا مرات كتير مش حسين بحضوره مش حسين بسلامه فيه شيء حاجز ومش عارف شو السيري كتاب واضح في أشعياء 59 بقول بل أثامكم أثامكم إيش مالها صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع وكأنه صار فيه إيش فاصل عادة بالسلام الأصوار والحواجد تنقام يصير الجماعة يروحوا من بعض صالحوا فيه مصالحة فيه سلام فيه أخذ وعطى لكن عدم وجود فيه وجود الأصوار دلالي على العداوة شو اللي بيخلي فيه بينه وبين الله عداوي الخطي فمحتاجين نقيم الخطي مرفضها كليا نكسر هذا الحاجز حتى يرجع مرة تاني سلام الله يملك قلوبنا وحياتنا شيء تالت اضطراب النفس الداخلي لما بتحافظ على عدات غلط في حياة مرات كتير كانت عدات عندي قبل الإيمان آمنت في الرب لكن هذه العدات ما رفضتها لكن استمرت معي إذا ما رفضتها من حياتي راح هذه العدات الغلط إيش تعمل تكبر معاي لما تكبر أكتر وأكتر وأكتر وأنا عايش بصير في عندي نوع من العدم التوازن كيف أنا مؤمن وبتصرف هذا التصرف كيف أنا مؤمن وممكن أجذب كيف أنا مؤمن وممكن أن أعمل أمور غلط مثلا كيف أنا مؤمن وبتصرف تصرف لا يليق فبصير فيه نوع من عدم فيه اضطراب فيه اضطراب في عدم توازن في حياتي بسبب العادات الغلط اللي ما زالت باقي في حياتي محتاج الرب نظفها مني ويقيمها من حياتي لما بسمح للرب نظفها ويقيمها ترجع البركة بتحل على حياتي لكن عدم سماح الروح الرب يعمل في حياتي راح تظل أثار سلبي في حياتي عايش في اضطراب نفسي عايش في عدم سلام صلواتي غير مسموعة لم من قلبي غير نقي لكن لم من قلبي نقي قديش عظيم اني انا عاين نجده اشوف ايده افهم ما شئته وارادته ومقاصده في حياتي سؤال ايش راح نختار في هاي دليلي هل نقول لي يا رب روح زي ما احنا اجينا وعادي وخلص واجتماع احضرنا وروحنا ولا قلولي يا رب الليلي بدأ اصنع القرار اني اعطيك المجال تختبر قلبي تمتحن نفسي ابدأ مع الرب نجديد سنة جديدة بداية جديدة انطلاقة جديدة قل يا رب جاي كأني اول مرة باجي عندك اختبرني يا الله امتحنني واعرف قلبي اكشف انت الطبيب طبيب الاطباء اكشف طبيب الروح زي بتقول ترنيمي اكشف ما في داخله واي شيء غلط ساعدني ارفضه وانتصر عليه السنة ما يعبر معه لسنة الجاي لكن حياتي تنتقل وتكون فيه افزي روحي في حياتي مع الرب امين موضوع محتاج اني انا وافق مع الرب انا اقول له يا رب انا بدي اتغير ولم انت بتوافق وتفتح الباب الرب بدخل رح يعطيك القوة والاراضة رح يعطيك النعمة والقدرة انك انت تتغير اقوله امين معي امين خلينا نصلي مع بعض احزات قبل ما نختم هذا الاجتماع اقوله يا رب تعال الى قلبي في هذا المساء بكت قلبي اكشف عنها في قلبي من خطايا اذا في محبة غريبة واحد قلبي لخوف اسمك اجعل قلبي كله يكون ملكك اقوله يا رب انا برفض من حياتي كل امور غلط كل ضعف كل خطيه برفض من حياتي كل محبة غريبة بقولك يا رب تعال من جديد خود كل قلبي وحياتي يكون ملكك قدم من جديد كرس من جديد نفسك للرب لرب اقدم حياتي من جديد على المذبح انا اليك ولغيرك لن اكون انا ملكك تعال يا رب جديد املك على كل قلبي طهر قلبي من كل خطيه اغسل قلبي بدمك الطاهر القدوس ساعدني يا رب حتى قلبي يكون نقي لكي استطيع ان اعاين مجدك اسمع الى صلاة يا رب ابدأ من هذه الليلة يا اخي واختي في هذا المساء اطلب باستمرار انه رب طهر قلبك وحد قلبك لخوف اسمه حتى تقدر تشوف مجده حتى تقدر رب يكشف اليك عن ما شئته حتى تقدر رب يفهمك ارادته وتعرف مقاصده في حياتك وتقدر تسمع بكل وضوح صوته وتقدر تعاين مجده وتمتلئ يوميا بحضوره والرب ينقلك من مجد الى مجد ومن قوة الى قوة وفي كل مرة في كل موسم عم نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد وليا رب هذه السنة اجعلها سنة نمو سريع في حياتي يا رب بسوع ارفض حياة الطفولة ارفض حياة الهزيمة ارفض حياة الضعف ارفض حياة يا رب بسوع الجسد ويا رب بسوع في هذه السنة تنقلني الى مستوى الروح ترفعني على المرتفعات تمشيني على المرتفعات تعطيني اقدامك الايائل تقوي وتشدد حياتي فيك باسم الرب بسوع بصلي من اجل نفسي يا رب بصلي من اجل شعبك في هذا المساء لكي تملك بالروح القدس وتعطينا قلبا طاهرا نقيا يا رب بسوع بحسب قلبك حتى نقدر نعاين مجدك نقدر نسمع ونشوف صوتك وشخصك اصلي لنفسي اولا كما اصلي لاجل اخوتي واخواتي جميعنا بحاجة شديدة اليك جميعنا بحاجة شديدة اليك خلوتنا اليومية مذبحنا العائلية يا رب بسوع العائلية في هذا المكان تكون مشتعلي طول السنة طول الوقت بحضورك وبنار وحك الكدوس تمجد يا ابانا تعظم يا قدوس ولإسمك نعطي كل المجد في اسم ربنا يسوع نصلي امين